حابين في بداية نعرف من حديث تفاصيل المسابقة وإزاي قدرتي تجمع ما بين الطب الأسنان أو الطب والتكنولوجيا الرقمية وإزاي كانت الصناع؟ طيب هي بالنسبة للمسابقة، المسابقة اسمها Most Valuable Instructor أو روادة تدريب هي بتنظمها أكاديمية تبع شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فالسنة دي هم قرروا أن هم يشوفوا قصص النجاح للمدربين على مستوى العالم وكانت الكريتيريا اللي هم مشترطينها اللي هو أن يبقى فيه إزاي قدرت أدخل منهج الخاص بالشركة دي في منهج بتاعتنا وأنا طبعا طبيبة أسنان ومدرب زكاء الاصطناعي معتمد ويبقى فيه إنجازات للطلبة دي وفيه ابتكار وفيه كمان تأثير على المجتمع فالحقيقة ده كله تحقق في الكيس بتاعتي بصراحة يعني الحمد لله أنا قدرت أن أدخل قدمك موضوع الزكاء الاصطناعي في طب الأسنان في كورس كان الأول من نوعه عالميا فخلي أن الموضوع يبقى مبسط أن أنا أقدر أدرسه لطلاب السنة الأولى من طب الأسنان الولاد دول بعد كده دخلوا مسابقات وبدأوا يكسبوا على مستوى الكلية وعلى مستوى مصر أخدت منهم ناس بقوا متحدثين في مؤتمرات هم نفسهم أخدوا شهادات وبقوا معتمدين شهادات زكاء الاصطناعي اشتركنا بمشاريع مشتركة مع كلية هندسة وكلية علوم حاسب وطلعنا مشاريع جديدة غير بقى أنا تأثيري أنا على المجتمع أنا ما اكتفتش بالجامعة بتاعتي الحقيقة أن أنا كمان طلعت الجامعة تانية زي جامعة قايرة طبعا رائدة قلت لا ده هي دي اللي تبقى الأساس فبدأت أدرس الكورس ده لطلاب الدراسات العليا بدأت كمان أن أنا مش أكتفت مصر أكتفت طلعت بره في العالم كمان فبدأت أن أنا أدي محاضرات من زمان بقى من بردو من أول ما الموضوع ابتدى كنت من أوائل الناس اللي أعمل حاجة زي كده جوه مصر وبرا مصر لدرجة أن هما بعد كده لما في مؤسسة عملت للذكاء الاصطناعي بطب الأسنان تواصلوا معي أن أنا بقى مسؤولة هنا عن مصر وشمال أفريقيا بالنسبة للموضوع دكتورة علامة عشان نبسط كده الموضوع للناس واللي بتفرجوا علينا علاقة طب الأسنان بالذكاء الاصطناعي أو المفهوم اللي حضرتك بتكلمي عنه مفهوم طب الأسنان الرقم إزاي الذكاء الاصطناعي أو تقنيات الذكاء الاصطناعي ممكن تفيد أطباء الأسنان وممكن تعمل طفرة كمان في المجال ده طيب هي حتفيد على شقين الشق الأول في العلاج يعني في فكرة العلاج أنه احنا طبعا هيبقى فيه حاجة اسمها بريسيجن مادسن لها فكرة أن كل مريض بياخد العلاج المناسب ليه طبعا ليه حاجات ليه علاقة بالجينات ليه علاقة بالكل حاجة تخصه يعني ذكاء الاصطناعي يخلي كل واحد ياخد العلاج الخاص بيه هتخلي كمان إحنا الاكتشاف المبكر للأمراض هتخلي أنه فيه دقة في الشغل بتاعنا حاجات كتيرة جدا ممكن تتحقق طبعا عن طريق الذكاء الاصطناعي الشق الثاني بقى اللي هو التصنيع يعني أنا شايفة أن الموضوع الذكاء الاصطناعي ده لسه في مع التطورات الجديدة اللي حصلة وخصوصا مع آخر سنة 23 إحنا عندنا فرصة كبيرة جدا أن إحنا يبقى لينا مش مجرد مستنيين التكنولوجيا دينية تجينا من بره عشان نستخدمها لا هي الفكرة أن إحنا لنقدر نصنع ده ونقدر نشتغل ده وده كان يعني أنا عملته على ممكن على سكيل صغير في التعاون بيني وبين الكليات التانية وأنا شفت بعيني إزاي الطالبة مثلا بتوع هندسة وبتوع علوم حاسب قد إيه مستواهم عالي يعني بالمناسبة أنا لما طلعنا المسابقة دي المسابقة كانت في الصين فطبعا أنا كنت وغدى المركز الأول على 11 ألف مدرب على مستوى العالم في نفس الوقت كنا طلعين معنا طلبة مصريين الطلبة المصريين دول كمان كانوا وغدين المركز الأول على مستوى العالم في كل التركات اللي كانت موجودة في المسابقة يعني على الصين وعلى كله فده معناه إيه؟ معناه أن إحنا لأ عندنا كوادر هائلة جدا ممكن إحنا نقدر نستغلها أكيد